أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة أخبار المتقاعدين اليوم وكل يوم نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما يخص المتقاعدين في بلدنا الحبيب العراق إذا كنتم من مشترك القناة فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو وإذا كنتم لأول مرة تتابعونا فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وبسم الله نبدأ أعلن مصرف الرافدين أن التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن نسبة فائدة قروض 50 مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و30 مليون للمواطنين تصل إلى 5% ترجمة نانسي قنقر